وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ أَوْ لَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفِ أو كما قال صلى الله عليه وسلم والكلام جماعنا الشباب وعن غيرهم لأننا نعيش في هذه الأيام في فتن وهذه الفتن تتنوَّع منها فتن شبهات كثيرٌ من الناس اليوم يهاجمون الإسلام ويهاجمون الاستقامة عليه وينفِّرون الشباب وغير الشباب من هذا الدين العظيم هذا الدين السامي هذا الدين الذي فيه العزة وفيه الخير وفيه السعادة في الدنيا والآخرة كثير من الناس الزولة البستقيم يعانوا لي النزول متحجر والنزول رجعي والناس اطورت ويتُلِسَّة في الب تعمل فيه والناس اتقدموا ويتُلِسَّة قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من جهلهم ومن حقدهم ومن ضلالهم وإلا فإن الناظر إلى تاريخ الإسلام يجد أن الذين حققوا الإسلام بحق رفع الله ذكرهم في الدنيا قبل الآخرة نازل زمان الصحابة فمن قاموا بالدين بحق الله فتح بهن فارس والروم اللي ياسب تخوف الناس كثير من الناس خافوا من أمريكا وين 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 دي قبل اليوم الله أزلاء بناس طبقوا الدين فالرفع في هذا الدين وليس في التملص والتملق منه قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد وقال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء أشكيا جماعة الدين دفي والعزة وبعدين الدين ما بعارض ما يصلح الإنسان في الدنيا يعني أسى الدين ما قالوا للناس من الدين تخلوا العربات وتركبوا الحصين ولا قالوا لهم من الدين الهدوم النظيف والراغية تملسوه وتلبس شوالات ولا قالوا لهم ما تقروا جامعات ولا قالوا لهم ما تتطوروا في الطيب ولا في الهندسة ولا في الاقتصاد ولا في الحساب ولا 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 إلى آخر هذا كله لم يعارضه الدين ما دام أنه لا يخرج من الحلال إلى الحرام لكن هؤلاء لحقدهم ولغلهم على هذا الإسلام ولما يحملونه من الضلال فإنهم يريدون إثلال هذا الحق أشكي رب العزة والجلال قال وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَأَلَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِينَ إن بعد ما تبين لهم الحق وديل الله بزل لهم في الدنيا قبل الآخرة إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين لكن جماعة الزول بيتأسف ويتألم جدا لمن يلقى ناس في المساجد وفي الصفوف الأولى ويجوا بدري لمن أولاد يستقيموا يسخروا بيون وقلوا هنئتوا شددتوا وئتوا 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 إلى آخر تلقاهوا في الصفة الأول ولده لمن يستقيم يخاف عليه وقلوا هسي بعد شوية بتبقى داعش تجي تفجرنا وبعد شوية بتبقى لينا كذا داعش منحرفه هذا منهج باطل معروف يعني ولده لو مشى الحفلات ما بخاف عليه لو بار الشلاليات اللي بيقعدوا في الشوارع ومشوا وين وشاغلوا وين ما بخاف عليه لو مشى الأندية ما بخاف عليه يخاف عليه ويقف ضده لما نيجي المسجد والكلام ذا جماعة ما تتعجبوه قال الله عافاو اشكر الله لكن احنا شفنا بعيوننا وسمعنا بآذاننا ولذلك نسأل الله العافية والسلامة الشاب في وسط الفتن دي لما نيجوم القى والدو ضد الاستقامة ويلقى البيت مسسلات ويلقى الشارع حفلات ويلقى الشباب القدرو الجارليه وكلب بسلسل حسنا هنا واحد في الظلط جارليه وكلب بسلسل يأكل فيه لحم والناس ما لاقيا يخم عقوله يا أخي واحد في البلد ممسكوه كلب قال له يا أخينا مسافر وهاك دي قروش جيب اللحم للكلب واللبن دلعوا في الكلب يا أخي وكلب ذاته بكونزة عجام منه دار لكوشة ولا دار لحاجة يأخذ فيها راحته قال له هاك دل جيب اللحم وجيب اللبن وانهنا مسافرين كم يوم ويله آخره والله في البلد والراني واحد اسمه محمد حياتي قالت هناك قال لي الزول سافر دخمش الكلب جابوا البيت قال اول ما جاء جاء بله خدرة بايتة قال لا اسمه اللحم ده الناس مسلمين يا يهكلوا للكلاب يا قال لما حقول يا خدرة دي عاجباك وكل ما عاجباك هوهيو لما انت موت بس قال طريقتك بس الزول جاء لقى الكلب حزين وقاعد بعد يومين ولا ثلاثة تنفينها ومور الكلب مشهد نزال الله العافي لذاك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال من رواية أبي طلح رضي الله عنه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فإذا دي البمش الشارع بلقى واحدين جارين كلاب ما شهين واحدين شائلين موبائلات اتصلوا بالبنات ويرسلوا في الأفلام وخشوا في النت مواقع باحية يقعدوا يحضروا واحدين تانين بتاعين سجائر وشي أحمر وشي بلفلفو واحدين ما بعارف بتاعين شي بدر ديموه واحدين يخشوا في الأندية واحدين بتاعين كشتينة واحدين بتاعين ضمنة واحدين من هذه الضباط اللي نادي وين الفنان الفلاني للفنان الفلاني للفنان الفلانية وكذا ويقعد مع الشباب المفل في الشعر بطريقة معينة واللابس كيف بطريقة معينة واللابس تحت ما بعارف ايه وبلاو الشاب في وسط الفتن دي كونه يكون مستقيم دا زول راجل عديل والله دا زول موفق أشكد نحن دا نتناول الحديث دا ورسالة للشباب والغير الدنيا دي زائلة ما دخشك المناظر دي وتتخدع بديل وديل اللي تشايفهم فرحانين ومتكيفين وماشين وجايين ويضحكوا غنوا لعب والذي رفع السماء جوه في قلوب ما مرتاحين والزول لو ارتاح بارتاح لحظات معينة تاني يعود إليه غمه وحزنه أشكي رب العزة والجلال قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك وكون الخلق يقول لك الكلام دا معنى الكلام دا أصل بحصل بحصل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصير قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك أهل السير ذكر بعضهم في سنة مئتين واثنتين وعشرين أن رجل يقال له ابن عبد الرحيم وإن كان بعضهم يعني يتكلم في هذه القصة لكنها موجودة في الكتب والعلماء يقولون الكلام في التاريخ يعني الأمر فيه هين فهذا الرجل خرج في غزوة من الغزوات مع المسلمين وحاصروا الروم وهم محاصرين الحصن تاع الروم رفعت امرأة جميلة حسنى رأسها من فوق باب الحصن فنظر إليها ابن عبد الرحيم بس شاف البد وعجبته جدا من الروم فلما رجع المسلمون اختبأ خلف الشجر خش الغاب وكذا وكذا فلما انصرفوا عاد إلى باب الحصن وقف جنب الباب جدا فنظر إليه القوم ففتحوا له الباب فأدخلوه فوجد المرأة قالت والله لا أمكنك من نفسي حتى تتنصر قالت ليت تديرني تتنصر وكان يحفظ كتاب الله قالوا فتنصر وتزوجها فمكث شهورا ثم سنة ثم سنتين فعاد القوم فتذكروا صاحبهم فصاحوا يا ابن عبد الرحيم فرفع رأسه من فوق الحصن قالوا فلما رآهم بكى قالوا يا ابن عبد الرحيم أين القرآن وأين دينك وأين صلاتك قال والله ذهب ذلك كله لم يبق منه إلا آية واحدة من سورة الحجر روبما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فالزولة جماعة إن عصى الله في الدنيا دي ما بيرتاح والله سبحانه وتعالى ما ترك للناس حجة ليعصوه أنت ذاير شنو بدل الخمر المر السيئ الله أباح لك تشرب ما شئت من الحلال بدل تزن بامرأة بغي نتنا الله أباح لك تزوه يربع وقدام الناس تسوق وقدام والدة واخوانة تسوق ويدوك لي وفرحانين أربع الله حرم عليك الخنزير أباح لك من الطيبات ما تأكل وما يكفيك وده في الدنيا بل ما تتمتع به إن أردت به الخير فإنك تؤجر عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق يعني في مجامعة الرجل لزوجتي قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا بلى قال كذلك أي إن وضعها في الحلال فإنه يؤجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه فالزولة جماعة الله بأحلى والحلال إن تستقيم على الدين اليوم اللي بتستقيم في الدنيا دي بتكون سعيد وبعدين في الآخرة بتكون مكرم شوف الله سبحانه وتعالى قال شنو قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ابتلقوا في موضعين من القرآن في سورة الأحقاف في سورة فُصلت وفي سورة الأحقاف في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أمر الدنيا من الأموال والأولاد في الموضع الموضع الثاني في سورة من سورة فُصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون خيلزوا لكون يوم موت فرحان الناس قاعدة تبكي وهو أهل بيجاي خايفين ودي الكذا ودوا المستشفى والممرضين شغالين والدكاتر ودجاري بيجاي ودماشي بيغاذي والأجهزة شغالة وهو فرحان جدا متكيف جدا إنه الليلة بفارق الدنيا وبيمشي للآخرة لذلك المؤمن المستقيم لو خير بين أن يبقى في قبره أو يعود إلى الدنيا لاختار القبر وما بعد القبر ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لفاطمة رضي الله عنها لا كرب على أبيك بعد اليوم يعني بس الروح دي بعد تمرك تاني كرب بجين ماف لان في الدنيا قام بما أوجب الله عليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عن أبيه كعب رضي الله عنه حديث في البخاري ومسلم والتفقى على صحته حديث ثلاث صفحات الشاهد فيه لمن ثلاث صحابة منهم كعب رضي الله عنه تخلفوا عن غزوته تبوك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد خمسين يوما وأمر بهجرهم وهجرهم الناس أربعين يوما ثم بعد الأربعين أمروا بمفارقة زوجاتهم يعني رجعون أهل من غير طلاق وتاني قعد عشر يوم تم خمسين يوم قدر أيام الغزوة قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبلها لمن هجروا وأمر بهجره ومن معه قال كنت أصلي بالقرب منه وأسترق ببصري يعني النظر إليه فأنظر هل ينظر إليه وإذا سلمت عليه لا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لم يرد من الهجر فلما أنزل الله توبته وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم الآخر الآية قال فجئت إليه فإذا وجهه يتهلل كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم وقام إلي طلحة بن عبيد الله والله لا أنساها له لم يقم من القوم غيره قام فعانقني وقال أبشر بتوبة الله عليك يا كعب قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر وذا شاهد من الكلام كله أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك أفضل يوم أم الرب والإنسان ما اليوم اللي تخرج من الجامعة ولا اليوم اللي تزوج ولا اليوم الربح في الشركة الفلانية والعمارة الفلانية والبيت الوجترى العربية أفضل يوم وأخير يوم خير يوم اليوم الذي يتوب ويرجع فيه إلى الله تعالى خير يا جماعة الزول قاعد حاسب نفسه وندم وجر الملف بتاع حياته سنين ويتألم للمعاصي والتكسير وكذا وكذا وتاب صحيفته دي كله تبقى بيضاء نظيفة يعني لو مات الليلة ودربه مارك لأن الله سبحانه وتعالى قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا خيال ناس مش ناس ملائكة جنب العرش بدعوا ليك الله اتجاوز عنك ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم إلى آخر الآية فالزول جماعة يرجع إلى الله تعالى حديث الزول لو قام به فإنه يكون من الناجين ومن الموفقين النبي عليه الصلاة والسلام أرشد فيه عبد الله بن عباس بست كلمات ونبهه قبل الكلمات بقوله إني أعلمك كلمات انت تركز في الكلمات الستة دي يشوف كلمات عظيمة قال له إني أعلمك كلمات الكلمة الأولى قال لي احفظ الله يحفظك الجزاء من جنس العمل ان تنصروا الله ينصركم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهكذا نسوا الله فنسيهم اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا قال له احفظ الله يحفظك قال ابن عثيمين احفظ الله بثلاثة أمور بفعل طاعته واجتناب معصيته والوقوف عند حدوده تحفظ الله يحفظك والله لما نحفظك تاني ما محتاج ليشيتها محتاج حجاب تعلق ولا ودع تربط ولا كمون تخط في الطفل ولا محتاج لواحد تمشلي يديك ورقة واحد قال الشيخ قاعد جاء واحد قال ليه يديني ورقة قال لي من شنو قال ليه من الصاقع يخمع أقول الورقة الصاقع بسبتها بورقة قال كتب لي ورقة شخبت لي فيها كده قال لي هاك يا الله مشي طوالي الخلا ما بجيك وبيمشي الخلا قال الزول الجم قال لا الشيخ أسر ورقة تبتسبت الصاقع قال ليه ما درويج سأينا سوي ليشن كان او الصاقع مرق منا يقوله مرق والشيخ وكان طاقته يريحنا تاني ما يجينا يا أخي والله الذي يله شو الزول لعلي أوهم الناس يا أخي ورقة تدوك حاجة كذي مربطة يقول لك تربطة ده من الرزق ده تجيب لك الرزق واحد لقيته في الحصيصة قال ليه في راكوبة ونظرته كبير ما أعرفه ما شعفني ذي الناس حليموا ربه بعدين جيته قلت له وبيح في حجبات قال ليه في راكوبة أنا ما لقيت زول بتاع حجبات قال ليه في مكيف كلهم مفلسين ويقول لك هون العندون وبسوه وبسوه مفلسين قاعدين في رواكيب تجيبوا مطر تطقهم بها حجبات ما فيش قاعد لقيته قلت له حجبات طبل لفيا بها جلد والطبلة جديدة فيها ثلاثة مفاتيح صغار يعني أدوه بشتراه جديد لفاها بها جلد وكذب قلت له عين ورقة ومرسومة فيها عقرب وراسم لمه ربعات وكلمات وأشياء وطلاصم وحاجة زي النجمة وحاجة زي القمراء وبلاوي قلت له حاج دا دحك شنو الحجاب دا تعطب لأول دحك شنو قال لي دا للمشاكل كيف للمشاكل قال تمشي القاضي عندك مشكلة مع ذول بس تقول اسمه ثلاثة مرات تفتح وتكفل محمد ثلاثة مرات محمد قال قضيتك ديب تمش تمام طيب دا المحامين بقراربعة سنة والمات دا مية وعشرين ديب تلاحقك المات دا مية وعشرين قال ديب دا اها طيب دا دحك شنو التاني دا قال لي دا خاص بالتجار خدته في الدرج زباهن ديل بجونك وعمك زبوم ومعه عمك زاته ببيع الشغل إلا أنا وجي تنصح ماذا رشتري من زاته والله الذي لا إلى غير دا لقاه اللي الظهر ما فطر تقول اللي فطر يقول لك ما ترزقنا وده دا بجيب رزق وإذا دا الظهر ما فطرت دا بيشتغل متين وكل يا جماعة بلاو يا خوهم الناس النبي عليه الصلاة والسلام قال لك يحفظ الله يحفظك لو قريت القرآن دا بتعرف إنه الله قادر يحفظك لأنه يا جماعة طفل طفل زمنه والسنة بتاعته بكتلوا الأطفال بكتلوا الأطفال وده قرار من الحاكم أي مرة ولدت ولد يكتلوه ولدت بيت يخلوها ويلدوه وهو نبي الله موسى عليه السلام أم خائف عليه الله يمور مش تخدت فيه شجرة ولا تخدت عند الجيران ولا فيه مخزن تجيوه بالليل لما العساكر يجيو يفتش وتخدت فيه مخزن وتجيوه بالليل لا فيه بحر كذي تشوف الشغل يعني يدتي لو خائف عليه أيو ألقيه في اليوم ولا تخاف ولا تحزني إنا رادوه إليك وما من رجع ساي وجاعلوه من المرسلين ندي أعلى منزل وفي النهاية الله يحفظ ويترب وين إيجي بيت الزول بكتل ذات فرعون وتاني يرجعو لي أم يكون جيران كل جيران كل أولاد كتلون وهي ترضع ولده ويدوه قروش يعني يترضع ويدوه ذات قروش وفي النهاية الله يحفظ ويرفع قدره موسى عليه السلام كليم الله تعالى شوف يوسف عليه السلام ارموه في بير بير والله يمرق ويسجنوه ومن السجن يبقو وزير من سجن لوزير والله يرفع قدره وفي النهاية يشكر الله سبحانه وتعالى رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم وألحقني بالصالحين انت لما انتقر القرآن ده بتعرف الحفظ لما نيجو ناس بفتشوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولي أبي بكر ويقيف جنب الغار وأبو بكر في البخاري ومسلم يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدميه لا رآنا فيقول ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما إلا تنصره فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فالزولة جماعة بيحفظوا الله إياك تمش لزول تقول لا أحفظ سوي لي حاجة بتاعت حفظ وأكتب لي ورقة وأكتب لي حجاب وأكتب لي كذا يا أخي حتى الفنانين سمعت إثنين منهم واحد مين كذي هلالية قال يا أبوه الطيب يا أبا الطيب أكتب لي حجاب من مرض الحبيب ما أقوله يا أخي ده بحب لما نكتبه لحجاب ذاته ما أقوله واحد ثاني ده برضو لاف في البلد ده قال بيسحروكو شنو كذي سوي لك كمون البيت ذاته بوصي فيها شو الوصية نسأل الله العافية قال لا سوي لك كمون في كمون بحفظ يا أمة وكمون ذاته بسرقوه بلهم في حرامي بسرقوه وكمون لافنه في كيس ده ما تخدته زي حافظه في كيس يعني الكمون ذاته بحفظه في كيس ولا في جلد ومعلقينه يا أكتب كل أوهام يا أخي في البلد دي كتير من الشباب بنشوفهم في الشوارع واحد تلقى سايق ركشا واحد تلقى تكتو واحد تلقاه سواق بتاع عربية واحد تلقاه في فرم واحد في وين كلهم معلقين أشياء في رقبتهم ما شفتهم؟ معلق لا حاجة ولك ده كذا وده كذا والعين وإلى آخر ولاو تقيل جدا وغير المعلقين حروق وديبعوها في السوق أينك يا تاجر السوق العربي وين وتمشي القضارف تلقى جمع المزي الكبير وتمشي وين تلقى كتير من البلاد قاتلنا وذلك يا جماعة الإنسان يحفظ الله سبحانه وتعالى في جوارحه السمع ده ما تسمع بالحرام الله اداك له البصر ما تنظر بالحرام الله اداك له ناس كتار يا أخي مش العميانين ناس ما قادرين ينوموا عيونهم يقول لك عندي مشكلة في الشبكية وفي القرانية وفي شنو ما بعرف وين ومستشفيات كبيرة ضخمة سوالي شنو عشان العين دي ادت الله عافاك ولا بتجب عند المستشفزات عافاك تعاين لا نظار لا غير ولا كذا الله اداك نعمة تقع تحت أرباح في الحرام الله مطلع عليك هل ده الشكر قال الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَةِ ودي شوف دي ده كلام مؤكد إِنَّ إِنَّ السَّمْعَةِ وَالْبَصَرَةِ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَةً في سؤال عنه معلق سماعة ده السماع ومشغل غنيا فيديو ده البصر وقلبه ملعب جوه ده الفؤاد كل ملخبته ده نعم عظيم شكرا الله قال في سورة النحل والله أخرجكم من مطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وداك الأجهزة التي تدعى الأنبياء قال وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أشكرا لما انهدد الخلق هددوا بالنعم في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به أشكري الناس يوم القيامة الأشياء بشوفوا بها العذاب واسمعوا بها العذاب والنكال وهناس كتار ضيعوا في الدنيا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيُّضا وزفيرا الله سبحانه وتعالى قال عن أهل النار ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وقال وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقال الله سبحانه وتعالى قال وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤْخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِذَتُهُمْ هَوَى فَالْزُولَ النِّعَمِ دِي اللَّهَ دَّاكْ لَيَا أَشْكُرُ بَيَا يَاخِلِ الْمُوبَائِلِ دَ إِتَّ نَازْكُتَار مَا نَدْوَنِ إِتَّ شَغِلْ قُرْآنِ نَزِّل بدل تسمع غنية كلها أوهام ساي أوهام أوهام الشباب جواي نغم يقعد يفكر في النغم دا فسيلك جوا يعني ولا كيف نغم دي كيف وما بعرف وحدين يبكو كمان واحد قال لي مرّ مره جنبي وفي ذلك تشوفوا زولدين وعندو حاجات كثيرة مهم قال لي جواي جنبي البيت وشغال الغنية قال لي نزات منطرب والبيت دار تبكيه خجلانة مننا وفي ذلك قال لي الفنان غنساء قال لي لما قال مع السلامة نزات دموعيه الكبب قال لي بيك الطوارق اخ دزول محقولة يا أخي مع السلامة وكلّا غشه الناس يا أخي والله الذي لا إلى غيره مرّا ما جنة غرية جبنا سرطل هنا واحد عمل لنا كده سكران دا دار طير والله أصله مطابعين لي نزول معين أنا عارف ما حاصل كلّا بلاوة يمان واشياء يا أخي أقرأ القرآن دا دا فيه قصة حقيقية القرآن دا قصة يوزف دي حقيقية ولما تقرأ سبحان الله الليلة قريتا بكرة تقرأ ما بتبهل منها هس يجيب أقوى قصة جاب زول وذهب في الغابة ثم صعد في الشجرة وفي قرد جل منه والغادي ووك إلى آخره وآسد ونمر وكاد يخمشه ومشى قصة بتاعة بشر مجرد ما تنتهي الكتاب دا هنا المغامرات دي لك رجل المستحيل كتب القديمة دي ويقرأ لو جا بكرة قرأ بيزهج مننا لكن تحشف القرآن أختم الليلة أقرأ سورة يوسف أقرأ سورة القصص بكرة تاني أقرأ بتلقى نفسك كأنك أول يوم تقرأ تاني بعد بكرة كأنك أول يوم تقرأ وتمرك فوائد جديدة خاصة لمن ترجع للتفاسير والفهم الصحيح إلى آخره فالزولة جماعة ما يضع زمن في الأشياء دي الله بيسألك احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك دي الكلمة الثانية يعني تجده أمامك لأنه جماعة إنت الليلة في رخاء وفي نعم بكرة بتكون في شدة انتاسي ما هذا قاعد تتنفس في الهواء وتمشي زي ما دائر وتجي وتركب عربية تركب مواصلات تركب ركشة تمشي بيتك تمشي صاحبك تتونس تقعد في الشارع بالليل بالنهار ما شي تراه بيجي يوم تأتيك رسل الله لقبض روحك بيقبضوك بعد ذاك حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا الوكد داك بتحتاج إلى الله سبحانه وتعالى كما أنك مفتقر إليه في كل لحظاتك وفي كل حياتك لحظة الموت إنت محتاج الله يثبتك لأنه ناس كتار بتغلب لا إلي الله في الوكد داك هنا حافظنا لكن بتغلب ابن القيم رحمه الله في الدواء قال بعض الناس في الموت يقول بيعوا الدارة الفلانية بكذا والدار لأنه قلب ملان شغل بتاع دنيا بس تلقى في الموت واحد تلقى في الموت يغني واحد تلقى في الموت يتكلم بالكورة واحد اذكر اسم حبيبته واحد يموت به كذا واحد كذا وكذا 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 لكن إنت الله بوفقك لأنك كنت في الدنيا كنت حافظ لله سبحانه وتعالى حافظ لله بمعنى أنك تقوم بطاعته تجتنب معصيته احفظ الله تجته تجاهك شوف يونس عليه السلام في الرخاء كان يعبد الله فلما أصبته الشدة نفعته عبادته كما قال حسن البصري رحمه الله ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نفعته الطاعة لما جاءت الشدة بخلاف فرعون الله قال له آآل آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الزولة جماعة المستقيم في الحياة وكان صابر ومتحمل ناس في الشهوات في الملذات في الحرام وفي الطاعة ده بعدين لما نجي الموت لما نخش القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء لما نجي يوم القيامة والناس في خوف وتلقى آمن لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لما ننصبوا الصراط بين ظهرانين جهنم والله ده جسر عجيب وده مشهد أي زول استحضروا في الدنيا دي تلقاهم أموروا بتمش حدي تلقاهم بمش مستقيم تاني ما بيتلولوا لأنه إنت يتخيل بتقيف وتطلع لك في جسر أحد من السيف شيء أسنى من السيف وإنت بتطلع فيه بيتقلك كان تراه وضنك ثمانين كيلو سبعين كيلو تطلع فيه أحد من السيف وفي شرح السنة للبربهاري تعليقات الشيخ الفوزان قال أحد من السيف وأدق من الشعر وهو أرق من سببت الشعر قال الفوزان وأحر من الجمر مسخن لا نتحت النار وفي البخاري وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال مدحضة أو مدحضة مذلة تزل فيه الأقدام بزلق الزول بعد رقة دي ومظلم بعد دق لك الزول بنزلق فيه قال به خطاطيف كشوك السعدان وبعد ده مبتمش ساي في حاجات بترميك في الطريق ده قال فناجم مسلم في زول بمش سليم نسأل الله يجعلنا جميع من هؤلاء سليم وناجم مخدوش ده بانجو لكن قبل ما انجو بتعزب بتجرح ويقع ويقوم وشي ده تحتو والله ما لو في عمارتين بس تحتهم بلاط ولا زلط ربط لك حبل بتاح هدوم بس خلي حبل هدوم قال له كمش تقدر تمش خلي تحت جهنم تخيل الشي ده تحتو نار سوداء جهنم يكاد بعضها يحطم بعضا من الغيظ ويجي الزول ماشي وما مسافت من هنا لهم درمان ها سيتين قالوك مش بيكور ايك تدعب ان الدوق عجلة تدعب بين ظهراني جهنم يعني دي مسافة الناس قال له جهنم قالين الصراط ده بس هذا شايف دي بدايته شايفين نهايته بيطلعوا بيمشوا ها زول الشغل لا بين ظهراني جهنم وقال لي ظهراني جهنم هي عروضة بس او طولة من تحت لي فوق الطول خلي العروض المتن بتاعه الفي والصراط ده في صيح مسلم سمع الصحابة وجبة اي صوت شيء قد سقط زي الحجر الوقع الحديث الصعيه في صيح مسلم قالوا قال الراوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون ما هذه يعني ما هذه الوجبة قالوا الله ورسوله اعلم قال انه حجر قذف من شفير جهنم من فوق من بداية فما زال يغوص فيها منذ سبعين سنة بلغ اليوم قعرها يعني قال لك كذي سبعين سنة يعني لو فكوا طفل بيصل عمروا سبعين سنة تحت ودي بس كذي فما بالك في المتن والصراط ده فوق لها الشيء ده بعيد جدا والزول ماشي بعض الناس كالبرق وبعضهم يعني كأجاويد الخيل وبعضهم يمشي وبعضهم يسقط ويقوم فناجم مسلم وناجم مخدوش ومكردس يخد كراعوا يدقسم اتنين يقع تحد ولذلك جماعة الزول الدارينجو ابن عثيمين رحمه الله في شرح لهذا الحديث في شرح ريال الصالحين قال واذا استقام العبد في الدنيا فإنه يمشي مستقيما في الصراط فاذا أسرع في الطاعات في الدنيا فإنه يسرع في الصراط بتلقاه مسارع في الخير هناك بمش سريع والذي ينحرف هنا ينحرف هناك عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو لا تتجاوزوا الحد إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكموا النار يعني لو ميلت هنا هناك بتميل طواله وتقع في النار فالزولة جماعة يستقيم لأنه بتحتاج العبد مفتقر إلى الله في كل لحظة يكي قال له احفظ الله تجده تجاهك الكلمة التالتة قال إذا سألت فاسأل الله أو دار تدعو بس تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أي شي عنده الرزق عنده الصح عنده العافية عنده المعافى القوة كل شيء عند الله سبحانه وتعالى وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ انت بس تلجأ له فالخالق ذال ما عندهم شيء شف شايفون دب ما عندهم لكيش يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ما عندهم شي دل ما تمشلهم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم تلجأ له بره وإذا مرط فهو يشفين الجملة قال إبراهيم عليه السلام في وسط كلام بليغ قال لقومه قال لقومه كما ذكر الله ذلك في سورة الشعراء قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرط فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين ده الله سبحانه وتعالى ده ما عندون شي عندك ذنوب ده ما بيغفروا لأن الله قال ومن يغفر الذنوب إلا الله واحد تلقم ودعلك لي بيه شيخ تسأل ولا بيخجل تقول له عقيدتك في منه وبدل يقول لك في الله يقول لك عقيدتي في القوم القوم ياتون القوم الفقرة يعني إنت فقير وتدعلك بيه فقرة هم فقرة إنت تدعلك بيهن لي هم فقرة لمنه ليه الله طيب إنت ما تبقى فقير ليه الله تما تنكسر ليه الله ما تلجأ إلى الله ما عنده شي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أشكدها الله سبحانه وتعالى قال قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل البتنادون دل واحد عربية دارة قلب بدل يقول يا الله نجيني يكورك يا ناس فلان ويا أهل الله ويا سابغيا فيزول سابغيا قبل ما تقول يا قال هو بالحقك يعني تشغال بالنية قبل ما تقول يا تلقاه فو جنبك ما أقول قال لك ثلاثية أخوة الحقنا والله سبحانه وتعالى قال في القرآن يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل قبلية قال وما يستوي البحران بحر ده براه بيغنع البشر براه بس كان ركزوا فيه بيقتنعوا لأنه إنت بترميليك طوبة بتغرج وتخد سفينة ما بتغرج دي المثبتة منه تقيل السفينة ولا الطوبة دي ما مفروض تغرج دي المثبتة منه والريح ارسل ليك الريح وتمشي كذا وتجيبه بيجاي وكذا وإلى آخر وتحتك مخلوقات لو هيجع عليك ما بتقدر تصل إلى البحر ده بحر ده تحت فيه مخلوقات مخلوق واحد تلقاه أكبر من السفينة الحوت وخليه جوه تحت وإنت تجيبه فوق له واسمع الصوت وهو قاعد تحت ما يهيج فيك والله يحفظك تسافر وتنزل انتزادك بينه تنزل تلقى حاجات جوه مجوهرات لؤلو مرجان وشياو تمرق وترمز سنار يتجيعان تمرق سمك شوف النعم دي الله جتد داك لها قال لك ولا داير منك مرتب ولا داير منك رزق ولا داير منك بس قال لك أشكرني أشكرني بس شكر بس اغل بس زول اشكر الله قال وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون بس أشكر بعدما يشكر الله يشكر غيره يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها زول الله يدي جنة يقول لها يقول لها يدوني لهو ناس بحري لزير قاب ولا شنوها بحري تأخذ البدو جنة قبل ما يلدون الكام بدي الجنة الكفار في بلاد الكفر هل قاعد يديون الجنة منه خليل قاعد دي ما صح البدون الجنة منه ديلك البدون تيمان واحد في منشور جايبين مرأ قبل برضو سنين جايبين واحد في جريدة سبعة أطفال لما الراجلة جرى أكيف يا ظل دليا هون ذاته والله قريته الراجلة ذاته شاف الشغل ده كذي سبعة ما عارفه تذكر بس كويت برك أولا تذكر العاجات ديك بيقى جاري طوال يا ظل كيف ياهون ياهون حقه شغل دي حقه سبعة زي الفيران قاعدين جمع ديلا لدهم منه زول يا أخي عينه ما فت تقول لي بدي جنة طافعين تقول لي بدي وما ادي عينه دي معلقين صورت في أي محل يا ناس تقول الله يا أخي والله الذي لا يلقى وما قص ديته الناس يعني تأخذوا ديل شغل دي عربي أذارة قلب المرى راجلة جنبها تنادي في رجال تانين يا أفلان الحقنا معناها جنبها هذا شنو معناها دمامالعين شوف المشركة بتزير راجلة كيف ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه بتنادون ما يملكون من قطمير قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير اللفافة التي بين النواة والتمرة بعد تشقة التمرة المصماص الجوة بس في غشة أبيض رقيق هو القطمير قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أي أنك إذا دعو تغير الله تعالى من هؤلاء الغايبين ومن هؤلاء لأموات إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم قال لك ما بيسمع لكن لو سمع هم ما بيسمعوا لكن حتى لو سمعوا قال لك ما بيقدروا يستجيبوا الذي يستجيب الدعاء هو الله وحده لا شريك له شكيه رب العزة والجلال قال وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ده الرشد ده طريقة الرشد أنك تلجأ إلى الله زول جمال عنده مشكلة يقوم بالليل يشكو إلى الله ما تشكو للمخلوق شيخ فلان إلا واحد جاء بينه في مقطع فيديو قاعد واقف زول كبير في السن وجم مجموعة جام قبر وبقول لي يا حسن واتحسون نحن جاينك ويتعارف وكذا وكذا لحد ما قال له باللفظة قال له ائتي كل ذي سؤل سؤله أي زول عنده سؤال أديو حاجة وده ميت الميت يدعى له لا أنه يدعى من دون الله تعال لأنه ميت لأن الله سبحانه وتعالى قال لك الميت ما تعتمد عليه قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله وحده لا شريك والأنبياء ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون إن تسأل الله ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلجأ إليه وحده لا شريك له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستئن بالله أطلب منه العون وحده لا شريك له والمسألة دي مسألة العون في الفتاوى لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الجزء العاشر وهو بعنوان علم السلوك تناول فيه مجموعة من صبات أهل الإيمان كالتوكل والرضا قال التوكل على الله قبل العمل وبعد العمل يرضى العبد بما قسم الله له أقسم الناس لأربع أجسام أو خمسة لمن جف الأخير في بعض الناس قال باعتمد عليه نفسه وبعض الناس يعتمد على الله لكنه لا يأخذ بالسبب الذي شرعه الله له وبعض الناس يتعلق بالأسباب وينسى رب العزة والجلال قال والموفق الذي قام بمنزلة إياك نعبد وإياك نستعين والذي حقق قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه قال هذا الذي يقوم بطاعة الله ويطلب العون من الله على هذه الطاعة شوف إدت لو الله ما أعانك كثير من الناس أعانوا الله حتى أنه من جهله اختر تقول له صلاة الصبح تجي تشكله تقول له يا أخو الله أنا ما قادر أقوم صلاة الصبح تعيبت وشغل المنبه ما قادر وكلم المرأة ما قادر واسوي يضحق عليه يقول لك أخو صلاة الصبح يقول لك أنه مخفيف والله لا زانده والله الذي لا إلى غيره لو لم يعنك الله لما قمت يغل الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام من اتخاذه للأسباب وكل بلالا بأن يوقظه لصلاة الفجر ومعه من الصحابة فنام بلال ونام النبي صلى الله عليه وسلم تقول لك أنا وفلان علام أشكد أهل الجنة قال الله عنهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله كان الله ما هداك سبحان الله ما بتقدر تقوله والله صلاة الظهر ما تقدر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا غيرها من الطاعات الناس عندهم قروش ما بيقدروا يحزبوها لو سألتم يجيبهم في التلفزيون يقول له هل يقل الله سابق كم ولا قبل السؤال ولا بعد السؤال ونزعت يعني يوصلوا مرحلة عجيبة جدا وتلقى ما يقدر يتصدق وكتال الله اداه قروش بذل يعمل له زاعة تعد قرآن وبيغادي مساجد وبيجاي كذي وقول لك عنده روتانة شنو ما بعرف عنده شنو ما بعرف غنات شنو وغنات شنو واستضاف لعيبة الكورة واستضاف الأمر واستضاف الايه وقروش ما عارف وديه وين وإلى آخر وبعد دا يموت عربات بالكوم كل حقته شركات الأوراق بتاعت المال الملك بتاعته تلقاه في خزن أوراق بس في خزن وعمارات وغير وفي النهاية يدفنوا في شبر ما يقولوا عشان الزلد والله مرطب بدل نلبس كفة نبيض نلبس حير قاعدوا في محل ناعمة الزلد ركبوا له مكيفات مكيفات النظمة كيفاتنا والله ذا لو دفنت في المصنع بتاع النسمة شفت شغلت ما نجيض يتورد قدام ولذلك جماعة الإنسان ما يختر الزلد دائما يستحين بالله سبحانه ما شكيه النبي عليه الصلاة علم معاذا أن يقول في دبر كل صلاة اللهم معني على ذكرك والله أن الحديث ده كله بس بقي معادي الذكر ده ماذا يرقو يعني اللسان ده ما بيفتر ده حصل اليوم فترت من الكلام ما بيفتر ما ما بزول لسان وجعه نهاية يقول لك لساني وجعني من الكلام كداس كتوية ما طوالي بتكلم كورة بركب مكانة كورة هنا بركب لك مكانة بس طوالي شغال لكن ما يقدر يقول سبحان الله واحدين عشر ساعات تلقاه بتونس ما يقدر يقول سبحان الله مصروف عن هذا الذكر تلقاه لكن في المواصلات ساعة من الجبل للعربي يتلفت بالقزاز ما يقدر يقول استغفروا الله وأتوبوا لأنه ما موفق تلقاه يقول لك والله أنا بقلق ما قادر أنوم ودي الناس فتشوا لها ما قادر أنوم دي فتشوا لها تسبح دعاهم في النجوم في الملكوت في العظمة وإلى آخره في الأشياء دي تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى ذكر الآخرة لكن التوفيق بيد الله لشانكي دائما الزوال جماعة يستعين بالله دائما شوف الأنبي بيد المواقف كل بيستعينوا بيالله اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى طوال ما شو شوف النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ولذلك الزوال دائما يستعين بالله سبحانه وتعالى في كل أمور الدنيوية والأخروية احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز ولا تعجزا في لفظ كما في صيح مسلم فالزول يستعين بالله سبحانه وتعالى دار تقرأ قرآن والله لو ما الله أعانك ما تقرأ دار تسبح لو ما أعانك الله ما بتقدر عشان كي يا جماعة دائما الزول يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستحضر هذه الأمور ويستشعر هذه المعاني قال له إذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله الكلمة الرابعة قال له أعلم أن الأمة كلها عشان ما تدعلق بفلان ولا علام من الناس وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فإذا تدعلق بالكتب ما بل بكتبوه دعلق بالكتب سبحانه وتعالى يا أخي أي شيء يمشو الفكيء أنا دائر جنة ما عندو الفكيء أنا والله عربتي رأيت والسرقة كده شوف لي وين آميس بالليل يوم الأربع كنا في الساد في الثورة واحد تاجر بتاع عربات اسمه نادر قال سرقوا منا ثلاثة عربات كان ركب معاي فكيء قال سمعني بالتلفون بتكلم مع زولها وكذي ضباط والعربات وشنو وشنو ملقنا وكذي ديلك ناز بتاع مباحث وناز دي شغلتهم قال له والله العربات دي الليلة يمكن وصلت أديس أبابا أنا تابعنا وكذا قال الفكيء جنبه قال آزول وين العربات دي السي قال له أنا من هنا الشغل دي عارفة عربات دي الآن جم مستشفى شرقني قال قال ما ركت قال لما وصلت فعلا لمنطقة قال لقيت واحدة وثنين الليلة قال ما علمت دي قال لي جم شرقني شوال نازل بينجور وكيف جم شرقني وجم وين وين وغشوك وذلك أوهم الناس أوهم الرائع العام والآن موجودين أي زول يا جماعة أي زول دي قاعدة خود سوال غرفة ولا بخور جر لحاجة زي جنزيرة الموتر شفت جارية وسوال ناس أعرف والله الذي لا إلى غيره دا درب ما صحيح سوال على محاجات درب ما صحيح لأنه إت لو صالح أصلح إت ولا أبو بكر الصديق أصلح حياته الصحابة ذا لما ماتوا بيصلوا في الجامع انت سوال غرفة براق فكباب كر 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 دخان قايم وشغالات معه بعض النسوان بيهموك يتدردقوا ما عندين أي شي يتدردقوا كذا وكذا وكذا واحد مقطع شفته شباب يتدردقوا خدت يده فيه سبب طوالي متفقين عارف الحظ دا دا شنو خد 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 أصله دي يد ألا دب لك دا دا شنو بأ كل شغل آخر كلمتين الكلمة الخامسة قال له ولو اجتمعوا كل لون الناس الأمة كلها حديثة لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام عمره تلت طائر سنة والوقت داك الصحابة الكبار كل لون حيين كل لون حيين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ابن عبيد الله وابو عبيد عامر ابن الجراح وسعد ابن أبي وقاص كل الصحابة الكبار الأولي الكبار حيين قال له وعلم أن الأمة لو اتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك في الكلمة الخامسة ولو اتمعوا على أن يضروك بشيء الأمة كلها مش يغفلان بسوء إلا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أكد يخوفك ما تخاف منه بنفخك بتبين فيك ويعرفوا للمسلمين بس أنت ما تنفخه الكفار وأنت بتنفخ له أنت بنشر تنفخ له ونحن بنقول الكلام الشديد ده جماعة له لأنهم بيستحقوا أنت ما عارف الناس ذلك خطورة ونوين الناس ذلك مش بيشيلوا القروش بس ولا بضيع الأعراض بس بيت مزوجة يودوه وكذا ومشاكل بضيع العقيدة ذاته الزول عقيدة ذاته ضيع يموت على غير الملأ الملأ خير الزول مما يموت يودو جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآباد ما بمرقتان جماعة هذا مجل كلام خطير دراهم معدودة بسبب بس يعظموه ما عندون شي ما عندون أي شي ولذلك جماعة الزول عقيدة تكون في الله صحيحة يتوكل على الله والكلام اللي بنقوله دا جماعة ما بر الواقع قاعد في الواقع فنانين يا أخي كوركو ستة الودع أرمي الأداء هم ذاته الشغل له الدعاء الملغيب وينادو يفلان الحقنا ويفلان فزعنا وسولينا وكذا وكذا ومسائد مسيد فلان وغرى باسم فلان ومغابر تلقى المسلمين كلهم راقدين هو تلقاه ساوي اللي غرفة براو ليه ميزتم من المسلمين هل البقيع هناك مغابر الصحابة هل فيها تمييز زي دا أشياء غريبة جدا بلد الحرامين ما تلقى فيها شغل زي تلقى هنا في بلدنا وشيلوا التراب يسفوه السكر انك الترتفف سوي لك سكري يا ذاك دا كاثر يقول لك في اليوم كم معلقة كذا كذا ومعلقة ونصف الكباية وشنو شنو شنو دا تراب يسفوه ما زكر تراب يسفوه يقول لك فيه بركة بركة رسول قال البركة فيه بركة لما يتكلم في البركة في الطعام ويتكلم في نهايته أمر بلعق الأصابع ولعق الصفحة الصحفة قال فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة يعني أنت ما عارف البركة في الطعام وين في البداية ولا في النهاية عشان كذي الحد الأصابع شنو تلعق والصحفة الصحن تلعق القبّة بها الحديث قال رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني الكلام ده ما فيه شك وانتهى خلاس ختم ده في اللوحة المحفوظ رفعت الأقلام وجفت الصحف والحبر قبل ما يجف ممكن يتمسح لكن بعد جف خلاس ما يبدل القول لديه وعنده أم الكتاب لوحة المحفوظ وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل كبير وصغير مستطر مستطر ما فرطنا في الكتاب من شيء كلام يطول زول عقيدة تكون في الله صحيحة شباب يعيشوا على يديه على الاستقامة وغير الشباب حتى ينجو العبد من عذاب الله وحتى يدخل في رحمة الله أسأل الله بأسماء الحسن والصفات الأولى أن يوفقنا وإياكم لمن يحب ويرضى ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ويتجاوز عنا أجمعين ويجمعنا وإياكم في دار الكرامة إخوانا على سور المتقابلين ونشكر للجنة هذا المسجد وللمصلين على حسن استماعهم بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله